السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن ألم السادي في الشهر الخامس من الحمل تعتبر مرحلة الحمل من المراحل المميزة التي تمر بها المرأة وبالرغم من صعوبتها إلا أنها تجربة غريبة تستحق التعب والعناء يرافق مرحلة الحمل العديد من التغيرات الجسدية والنفسية فيما بين الغسيان والمزاجية تقضي الحامل أيامها وعادة تخف أعراض الحمل تدريجيا في بداية السلس الأول من الحمل لكن ما هو سب ألم السادي عند الحامل في الشهر الخامس يعتبر الحمل في الشهر الخامس هو الوصول إلى نصف الطريق والاقتراب أكثر من نهاية الحمل والولادة وفي العادة ما تقل بعض أعراض الحمل في هذه الفترة إلا أنه هناك أعراض تبقى منذ بداية الحمل وحتى الولادة وبما في ذلك ألم السادي وتغيراته يستمر السادي في النمو طوال فترة الحمل ويصبح حجمه أكبر في الشهر الخامس أما في الأسبوع العشرين من الحمل سيبدأ السادي بإفراز سائل لزج يدعى اللبأ كما أن السادي يصبح أكثر حساسية وستشعر الحامل بالألم والواغز عند لمسه لذلك أن ألم السادي في الحمل هو أمر طبيعي ولا يصدع القلق بإذن الله ومن ناحية أخرى يحدث ألم السادي أثناء الحمل نتيجة للتغير الهرموني في الجسم فيرتفع البريستيرون للحفاظ على سماكة الرحم والمساعدة على تطور أنسجة السادي والقنوات الحليبية لدى الحامل ويرتفع هرمون البرولكتين كذلك والذي يساعد على تكوين الحليف في السادي مما يؤدي لانتفاقه وظهور الألم كما أنه تؤدي حالة الحمل إلى زيادة خلايا الدم كاملة في الجسم وزيادة حجم الساديين وبالتالي الشعور بالألم ثانيا متى يجب استشارة الطبيبة في حال كان الألم مصحوبا بالأمور التالية فيجب استشارة الطبيبة وجود تورم أو كتلة في السادي ارتفاع شديد في درجة حرارة السادي انكماش الحلمات أو احمرار الجلد ثالثا كيف يمكن التخفيف من ألم السادي واحتقانه أثناء الحمل يجب على الحامل اتباع بعض النصائح التالية للتخفيف من ألم السادي المرافق لمرحلة الحمل اشتري حمالات الصدر المناسبة عند شرائك حمالات الصدر ينبغي أن تكون مناسبة للحمل وأكبر بقليل من مقاسك لأن السادي يستمر بالنمو حتى نهاية الحمل قم باختيار حملات الصدر الرياضية والتي لا تحتوي على طبقات أو أسلاك معدنية لأنها تعمل على دعم السادي والتقليل من حركته كما أنها خفيفة ولد سبب الألم جربي الحمام الدافئ أو أزيوت الطبيعية كدهان فقد يساعد ذلك في التخفيف قليلا من الشعور بالألم في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكمنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر